انا عادة من الناس اللي بتشتغل الشرعات ديت وما تحبش تتكلم عن التحكيم اقولك ليه هم مختصين يتكلموا فيها التحكيم احيانا وانت متحمس في المباراة فممكن تحسن طول وقت الحكم بيظلمة كل الناس بتفكر كده بس النهاردة بصراحة شديدة مصطفى غربال واحد من افضل الحكام في قرى الافريقية عشان بقى امين يعني وحكم اصلا حكم عادل وما لوش سوابق سيئة مع الاندار المصريع ومع المنتخبات المصريع اظن ذلك النهاردة ما كانش ليه قرارات اثرت على نتيجة المباراة بس لعبت الكورة هشكدها هتلاقي مرس الكورة الاعترض النهاردة هتلاقي خالي بيبو اعترض النهاردة هتلاقي لعبت النادي الاهلي اعترضت النهاردة في حاجة اسمها تحجيم يحجمك كده اللي هو كل ما تيجي تلعب كل ما تيجي تبدأ تنطلق في انطلاقة يعني فيه كل النهاردة اتحسبت اوف سايت اللي قابل التراجع كيتهاجمة مرتدة للاهلي ما تسيم الهاجمة تكمل لا هصفر فاولات بدون معنى فاولات لا تستحق الانذار فيه شوية حاجات كده اللي هو انت بتحجمني انذار للباك رايت والباك ليفت في اول المباراة والباك ليفت اللي هو كريم فؤاد وطبعا النهاردة الاهلي يعني خد ضربة قوية جدا 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 في بداية المباراة باصابة علي معلول ضربة قوية جدا جدا على فكرة اثرت على النادي الاهلي هجوميا على اقل النهاردة ولكن كريم فؤاد لا بمباراة جيدة بصراحة شديدة وشال المهمة بشكل رائع جدا اه لو علي معلول موجود كان هيفرق ان شاء الله نتطمن على علي معلول هحاول على مضايا الحلقة نتطمن من الاهلي هناك الاصابة ايه او التشخيص المبدأ ايه لاصابة علي معلول نقول لحضراتكم بس الموضوع شكله ما يطمنش ما يطمنش يعني ما يطمنش دي اللي ايه انك تخرج اول ثلاث دقايق واضح ان الاصابة كانت تقيلة لدرجة انه من الممكن ما تلحقش المباطلة العودة بس طبعا دي كلها ايه تكاهنات على الصورة نسمع بعد شوية خبر من الجهاز الطب للنادي الاهلي بإذن الله لعل وعسى ان شاء الله نتطمن على علي معلوله يبقى موجود في المباراة النهائية طيب